اشتركوا في القناة من دعم لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية الامر الذي دفعها الى تفسير الامر باقدام الرباطة على تقديم رشاويل مسئولية تلك الدول والتي متلها وزراء خارجيتها ومن بينها هولندا وتركيا ومصر والسعودية واسبانيا وقبرص ورومانيا مبدية ايضا غضبها من ربطها بالارهاب واعتبرت الجبهة الانفصالية نفسها معنية بما جاء في هذا الاجتماع من اشارات الى العلاقة التي باتت تربط الحركات الانفصالية بالجماعات المتطرفة في افريقيا حيث جاء في بيان لما يسمى وزارة الشؤون الخارجية المستقرة في مخيمات دفب الجزائر ان المغرب يلجأ الى التزوير والمغالطات والاكاذيب بهدف تضليل رأيه الداخلية وربح الوقت لمواجهة ازمة عميقة تدفع كل يوم نحو المجهولة واضافت ان ما حصل في مراكش يثبت فشلا وورطة للرباط وان الصاق تهم الارهاب والانفصال بالشعب الصحراوي على حد تعبيرها يؤكد خيبة الامل لدى السلطات المغربية ولم تخفي الجبهة غضبها من البيانات المشتركة المعلنة لدعم خطة الحكمة الذاتية المغربية في الصحراء لدرجة انها وضعت نفسها في موضع المتحدث الرسمي باسم حكومات تلك الدول لنفس مضامنها واوردت ان المغرب يتعمد اصدار بيانات ملفقة واكاذيب وتصريحات ينسبها الى بعض الوفود المشاركة تعبر فيها حسب ادعاءتها عن تأييدها لمشروعه التوسعي للحقية تحت ما يسميه بالحكم الذاتية زاعمة ان الوفود المشاركة بادرت الى تكذيب بيانات الخارجية المغربية رغم عدم وجود اي تكذيب لحدود اللحظة وذهبت جبهة البوليسار الانفصالية بعيدا في تفسير الزخم الذي يعرفه مصار دعم مشروع الحكمة الذاتية المغربية حين اعتبرت ان المغرب استعمل مغالطات اكاذيب ورشوة للوصول الى هذا الامر وهو ما يعني انها تتهم وزراء الخارجية الذين حضروا الى مراكش والذين عقدوا لقاءات تنائية مع نظيرهم المغربية ناصر بوريتا قبل ان يعلنوا عن مواقفهم امام عدسات وسائل الاعلام طلقوا رشاوي للقيام بذلك نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء